دخل الاقتصاد الأمريكي في مرحلة الركود الاقتصادي بعد انكماشه لربعين متتاليين مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة بما يفوق التوقعات وشجل أكبر اقتصاد عالمي انكماشا في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.9% بعد انكماش بنسبة 1.6% في الربع الأول وجاء هذا الانكماش في ظل تضخم يفوق المستهدف بشكل كبير ومحاولات من الفيدرالي الأمريكي بكبع جماع هذا تضخم من خلال رفع الفائدة واهتزت الأسواق العالمية بعد صدور بيانات صادمة بشأن سقوط أكبر اقتصاد في العالم رسميا في براثن الركود والذي يأتي عقب ساعات قليلة من تأكيدات المسؤولين الأمريكيين بأن الاقتصاد بعيد عن فخ الركود